شارك وزير الخارجاء سمح شكري في اجتماعات المنتدى الإقليمي الثامن للاتحاد من أجل المتوسط والذي تستضيفه مدينة بارشلون الإسبانية وخلال مدخلته في الاجتماع أكد شكري على أهمية توقيت عقاد الاجتماع في ضوء عظم الظرف التاريخي الذي تتعرض فيه الأراضي الفلسطينية المحتلة لعدوان غير مسبوق أودى بحيات أكثر من 14 ألف من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال كما شدد شكري على أهمية الدور الذي يجب أن يطلع به الاتحاد من أجل المتوسط في وقف الحرب على غزة كما أشار وزير الخارجية إلى أن عدم مشاركة إسرائيل في الاجتماع وتهديدها الصريح بتجميد عضويتها في الاتحاد من أجل المتوسط يؤكد التناقضات في نهج الحكومة الإسرائيلية الحالية تجاه التعاون الإقليمي لحل الأزمة ومفهوم التعايش ترجمة نانسي قنقر